فعلا جمال المتوقع أن يبدأ سريان الهدنة خلال الساعات المقبلة بحسب المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد العنصاري الذي أعلن في تصريحات أن في نفس الوقت هناك جاري التفاوض مع الشركاء المصريين جاري التفاوض وبين طرفين كل من حماس وإسرائيل جاري التفاوض حول الخطة التنفيذية ما يوصف بالخطة التنفيذية ربما هو الخطة النهائية التي سيتم الاتفاق حولها لتعلن بعد ذلك سريان الهدنة المتوقع أن يكون خلال الساعات المقبلة بحسب الخارجية القطرية آليات التنفيذ أيضا يتم تسريبها من الجانب الآخر من الجانب الإسرائيلي تحديدا هناك عدة روايات عن كيفية تنفيذ هذه الهدنة مراقبة هذه الهدنة الأمم المتحدة على لسان الأمين العام للأمم المتحدة كان قد صرح بأن الأمم المتحدة معنية وستحاول إنجاح هذه الهدنة ومستعدة للمساعدة في إنجاحها عبر الطرق أو الآليات المختلفة تفاصيل كثيرة ما زالت غائبة في هذا الاتفاق الذي ما زالت بعض بنودها أو التوافق على بعض بنوده ما زال جاريا لحد الآن خاصة فيما يتعلق بالأمور التقنية نظرا لوجود حالة حرب في غزة ويصعب تنفيذ هذه الآليات تنفيذ خاصة فيما يتعلق بالرهائن المحتجزين في غزة أي الطرق سيسلكونها كيف سيتم تسليمهم إلى الجانب الإصلاحية تفاصيل تقنية جمال لكنها ربما هي من أخرت إعلان سريان أو بإعلان بدء سريان الهدنة الذي كان من المفترض أن يكون ساريا من الآن من العاشرة صباحا من صباح اليوم على الأقل لكن واضح جدا أن هناك ما زالت بعض الأمور غير متفق عليها وغير واضحة ليتم بعد ذلك كما أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ليتم بدء سريان هذه الهدنة خلال الساعات المقبلة تفاصيل كثيرة لا تتعلق فقط بالرهائن المحتجزين في غزة ليسلمون إلى الجانب المصري ومنه ينقلون إلى معبر طول كرم الذي تسيطر عليه إسرائيل هناك يستقبلهم المخابرات الإسرائيلية يتم التحقق من هوياتهم كلها تفاصيل مهمة بالنسبة لهذا الاتفاق أيضا في الجانب الفلسطيني في الجانب المقاومة هناك أيضا ضغط لتدخل عدد أكبر من الشاحنات ويتم الإفراج أيضا على عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين خاصة النساء والأطفال في الجهة الأخرى في السجون الإسرائيلية تفاصيل كثيرة سنعرفها خلال الساعات المقبلة جمال وأيضا سنعرف الساعة السفر التي يبدأ فيها تنفيذ سريانا ترجمة نانسي قنقر